لا يوجد مجال للشك أن كندا وإستراليا يعتبران من أفضل دول في العالم عندما يتعلق الأمر سواء بالتعليم أو العيش والاستقرار أو فرص العمل المتاحة. لذلك عبر الفيديو اليوم سوف نخوض في رحلي للبحث عن الدول الأفضل بينهما اعتماداً على المعطيات المتاحة لكل دولة. النهج الذي سوف نتبعه اليوم شبيه بالطريقة التي اتبعناها في الفيديو السابق عن المقارنة بين إسبانيا وألمانيا. حيث سوف نقارن بين كندا وأستراليا من ناحية قوة التعليم، تكاليف الدراسة ومنح الدراسية المقدمة، أيضاً تكاليف المعيشة، فرص العمل وفرص الاستقرار والإقامة في البلاد بعد الانتهاء من الدراسة. وسنحاول التركيز على هذا الاسلوب، اسلوب المقارنة بين الدول في الفيديوهات القادمة، لأنه بهذه الطريقة يمكنك معرفة معلومات شاملة عن دولتين في نفس الوقت، وبالطبع يمكنك معرفة الأفضل بين هذه الدول بما يتناسب مع الامكانيات التي تمتلكها. وقبل البدء أود التنويه لأن جميع المبالغ المالية التي سوف تذكر في هذا الفيديو هي بالدولار الأمريكي، لأنه كما نعلم العمل الرسمي في كندا هي الدولار الكندي، وفي استراليا هي الدولار الاسترالي. بالتالي لتسهيل الأمر عليكم، والأهم بالتسهيل عملية المقارنة، قمنا بتحويل جميع المبالغ للدولار الأمريكي. ونبدأ إذن بعدد الطلاب الأجانب. إذن أول نقطة هي معرفة الدول الأكثر استقبالاً للطلاب الأجانب، فحسب إحصائيات مبادرة البروجيك أتلاس المنشورة في العام الماضي 2019 حول عداد الطلاب الدوليين في الخارج، نجد أن كندا تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعدد طلاب كلي يتجاوز 435 ألف طالب وطالبي، مع تحسن بمقدار جيد خلال السنتين الفائدتين. أما استراليا فتأتي بعد كندا مباشرة في المرتبة الرابعة بعدد طلاب أجانب كلي يتجاوز 420 ألف طالب وطالبي، مع تحسن يعتبر أقل. طبعاً نستندج أنه لا يوجد هذا الفرق الواضح بين الدولتين، ويمكن منح نقطة لكل دولة. ننتقل الآن إلى ترتيب الجامعات وجودة التعليم. فإن قمنا بالاطلاع على التصنيف العالمي الشهير للجامعات الـ QS World Ranking بالعام 2020، نجد أنه حوالي 20 جامعة كندية تصنّف بين أفضل 500 جامعة في العالم، وأفضلها طبعاً جامعة تورونتو في المرتبة 29 على مستوى العالم. أما بالنسبة لإستراليا، فيوجد حوالي 25 جامعة تصنّف بين أفضل 500 جامعة في التصنيف السابق، وأفضلها الجامعة الوطنية الإسترالية أو The Australian National University، والتي للصدفة تحتل نفس المرتبة لجامعة تورونتو الكندية وهي 29 على مستوى العالم. أما بالنسبة لترتيب البلد في جودة التعليم على مستوى العالم، فالمعلومات تختلف من مصدر لآخر، ولكن سوف تجد إستراليا وكندا بين أفضل 5 دول في جودة التعليم في موضوع المصادر، إذن بالنتيجة جودة التعليم مرتفعة في الدولتين ومن الصعب التمييز بينهما. لاحقاً لدينا الرسوم الدراسي في الجامعات، من الصعب جداً تحديد سعر ثابت للدراسة في دول كبيرة مثل كندا وأستراليا، ولكن سنحاول وضع أسعار تقريبية للسنة الدراسية الواحدة، نبدأ بكندا، حيث سوف تجد أنه يوجد فرق واضح في تكاليف الدراسة بين المقاطعات الكندية، فمثلاً أغلى مقاطعة حسب أحصائيات الحكومة الكندية هي مقاطعة أونتيريو، بينما أرخص مقاطعة هي نيو فوندلاند أند لابرادور، أيضاً يجب الأخذ بعين الاعتبار أن البلاد شهدت في الفترة الماضية ازدياد ملحوظ في الرسوم الدراسية الجامعية للطلاب الأجانب، وتم نشر معلومات عن معدل الزيادة في السنة الفائتة سنة 2019، حيث حسب أحصائيات Statistics Canada الحكومية ارتفعت الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس بمقدار 7.6% عملياً تعتبر نسبة مرتفعة، أما لمرحلتي الماستر والدكتوراه فارتفعت الرسوم الدراسية بنسبة 4.4%، لكن في الوقت الحالي يمكن القول أن متوسط التكاليف لمرحلة البكالوريوس يقدر بـ 15 ألف دولار للسنة الدراسية الواحدة، في بعض المقاطعات ربما تجد جامعات برسوم أقل تصل حتى 10 ألف دولار للسنة الدراسية، أما لمرحلتي الماستر والدكتوراه فمتوسط الرسوم الدراسية يقدر بـ 10 ألف دولار للسنة الدراسية، في بعض المقاطعات قد تجد برامج متاحة بـ 4 ألف دولار فقط، أما بالانتقال لإستراليا فنجد أن الأمر مشابه تماماً لكندا، وسوف تجد تفاوض واضح في الرسوم الدراسية من جامعة الأخرى، وحسب الموقع الرسمي الدراسي في أستراليا، متوسط الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس يقدر بـ 22 ألف دولار للسنة الدراسية الواحدة، أما لمرحلتي الماستر والدكتوراه فيعتبر مرتفع أيضاً، ويصل المتوسط حتى 20 ألف دولار للسنة، إذن بالنتيجة يمكن القول أن الرسوم الدراسية بشكل عام أقل في كندا، أيضاً لننسى المنح الدراسي المقدمة، من الصعب تحديد أي من الدولتين أفضل في هذه النقطة، فكندا وأستراليا يعتبران من أكثر الدول المقدمة لمنح الدراسي في العالم، سواء المنح الحكومي أو المقدم من الجامعات أو من المنظمات المساعدة، ففي كندا مثلاً سوف تجد عدد كبير من الفرص التمويلية ولجميع المراحل من باكالوريوس ماستر ودكتوراه، المواقع الظاهرة على الشاشة مليئة حرفياً مليئة بعدد ضخم من المنح الدراسي والتي يمكن تفقدها بعد أن أضع الرابط، أو عملياً جميع الرابط التي سوف تذكر في هذا الفيديو سوف أضعها في صندوق الوصف بالأسفل. أما بالانتقال إلى أستراليا، فنجد أن الأمر مشابه تماماً، وأيضاً نعرض لكم مجموعة من المواقع المليئة بالمنح الدراسي المكررة سنوياً، حيث أن حجم التمويل المقدم للطلاب من المنح الأسترالية يعني لا يصدق، تخيل عبر منحة واحدة فقط وهي منحة Destination Australia Program Grants، المبلغ المرصود من قبل الحكومة هو 17 مليون دولار لسنة 2021 فقط. أما بالنسبة للمنح الدراسي الأخرى، فالأمر مشابه، وفي الحقيقة يوجد مجموعة تدعى The Group of Eight، وهي عبارة عن تحالف بين 8 من أقوى الجامعات الأسترالية لهذا السبب تدعى The Group of Eight، وهذا هو الموقع الرسمي لهم. عبر هذا الموقع يمكن إيجاد عدد كبير من المنح المقدم من كل جامعة، وأن أخذنا أحد الجامعات كمثال، ولا تكون جامعة سيدني، نجد أنها سنوياً تقدم فرص طمويلية بأكثر من 100 مليون دولار، لذلك برأيي الشخصي يمكن منح نقطة لكل دولة. لاحقاً لدينا متطلبات وشروط اللغة الإنجليزية، يجب الانتباه لأن هذه الشروط تختلف من جامعة أخرى، سواء في كندا أو أستراليا، لكن على العموم، معظم الجامعات الكندية تطلب نتيجة 6 في اختبار الآيلز كحد أدنى، وطبعاً كما نعلم اللغة الرسمية الثانية في كندا هي اللغة الفرنسية، لذلك يمكن إيجاد برامج باللغة الفرنسية في عديد من الجامعات، في أستراليا الأمر مشابه، ومعظم الجامعات تطلب نتيجة 6 في اختبار الآيلز كحد أدنى، أيضاً نقطة أخرى لكل دولة. والآن ننتقل إلى أحدى النقاط المهمة وهي التكاليف المعيشة، كما هو الحال في أي دولة في العالم التكاليف تختلف من منطقة لأخرى، وحسب أخر إحصائية لمؤسسة ميرسر أمريكية تعتبر تورنتو هي أغلى مدينة كندية، وبشكل عام من الصعب وضع رقم دقيق للتكاليف، ولكن بعد أن بحثنا في الأمر يمكن القول أن المتوسط هو 8000 دولار للسنة الدراسية الواحدة، وخاصة أن الحكومة الكندية تشترط أن يمتلك الطالب مبلغ 7500 دولار كحد أدنى للتقديم على الفيزا الدراسية، طبعاً هذا عدا عن الرسوم الجامعية، فمثلاً في كندا بالنسبة للسكن تنترك عدة خيارات سواء السكن الجامعي أو السكن الخاص أو المشترك خارج الجامعة أو السكن معائلة، وبالنسبة للسكن الجامعي المشترك، وحسب آخر إحصائيات العام 2019 تتراوح التكاليف بين 2500 إلى 6000 دولار للسنة الدراسية الواحدة، طبعاً يجب الانتباه لأن السنة الدراسية هي عملية 8 أو 9 أشهر وليس سنة كاملة، أما بالنسبة للتأمين الصحيفة وإجباري، والتكلفة تتراوح بين 450 إلى 600 دولار للسنة الكاملة، هذه كانت فكرة مختصرة عن بعض التكاليف الطلابية، أما بالانتقال إلى أستراليا، وحسب موقع الحكومة الإسترالية، المبلغ الذي يحتاجه الطالب للسنة الدراسية الواحدة هو 15000 دولار أمريكي، مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ في العديد من المناطق، وفي الحقيقة انتلاك المبلغ السابق هو شرط من شروط التقديم على فيزا الطالب للدراسة في أستراليا، حيث تتراوح تكاليف السكن الجامعي بين 350 إلى 750 دولار شهريا، وطبعا خارج الجامعة تبدأ الأسعار بالارتفاع، أي بالمجمل نرى أن متوسط تكاليف المعيشة في كندا أقل من أستراليا، وآخر إحصائيات موقع نومبيو الشهير تؤكد لنا ذلك. النقطة اللاحقة هي العمل أثناء الدراسة، نبدأ إذن بكندا، وحسب القوانية الكندية يسمح للطالب الملتحق ببرنامج دوام كامل أو فول تايم بالعمل لمدة 20 ساعة أسبوعية خلال أيام الدراسة، بالإضافة إلى أنه يمكن العمل بدون قيود أي عمليا بعدد ساعات عمل أكثر خلال أيام العطل الرسمية، حيث أنه يمكن للطالب البدء بالعمل بعد الحصول على رقم تأمين اجتماعي، أو يعرف بـ Social Insurance Number، والذي تمنحه الحكومة الكندية لأي شخص يرغب بالعمل، أما بالانتقال لأستراليا فالأمر مشابه تماما، يمكن للطالب العمل لمدة 20 ساعة أسبوعية خلال أيام الدراسة، ودون قيود في أيام العطل الرسمية، أيضا يمكن البدء بالعمل بعد الحصول على رقم تعريف ضريبي، أو يعرف بـ Tax File Number، والذي يعتبر مستند أساسي للبدء بالعمل، طبعا تحصل عليه بشكل مجاني، أي بالنتيجة، بالنسبة لفرص العمل أثناء الدراسة، يوجد خيارات عديدة، سواء في أستراليا أو كندا، وبرأي الشخصي لا يوجد دولة أفضل من أخرى، لاحقا معلومات العمل بعد الدراسة، نبدأ بـ كندا، حيث تمنح الدولة فرصة للطالب بالعمل بعد انهاء المرحلة الدراسية، ولكن ضمنها شروط معينة، ومن هذه الشروط، يجب أن يكون الطالب قد أنهى دراسته في مؤسسة تعليمي معترفه في البلاد، أي عملية تخرجة من جامعة أو معهد معترفه في كندا، ولهذا السبب يوجد محرك بحث خاص للتأكد من المؤسسات التعليمية التي تؤهلك للعمل في كندا بعد الانتهاء من الدراسة، أما الشرط الثاني فهو أن تكون مدد البرنامج الدراسي الذي أنهاء الطالب هي ثمانية أشهر كحد أدنى، إذن بعد تحقيق الشرطين السابقين، الخطوة اللاحقة هي الحصول على تصريح للعمل في البلاد، والذي يدعى بالPost Graduation Work Permit، وهذا يتم بعد حصول الطالب على العقد عمل رسمي للبقاء في كندا، لكن من المهم جدا الانتباهي لأنه يوجد مدّة زمني معينة للحصول على العقد عمل والتقديم على تصريح للبقاء في كندا، والمدّة هي 180 يوما كحد أقصى منذ لحظة إنهاء البرنامج الدراسي، لكن إن لم يتمكن الشخص من الحصول على العقد عمل للتقديم على التصريح السابق، في هذه الحالة يمكن التقديم على برنامج دراسي آخر لتنديد بندد الإقامة في كندا، والعمل بدعم كامل خلال هذه المدّة، والآن دعونا نذكر شروط استراليا، هل تذكرون قبل قليل ذكرنا أنه عليك الحصول على شهادة من مؤسسة تعلمية معترفة في كندا لكي تكون مؤهل للعمل؟ في استراليا الأمر مشابه، ولك تفقد المؤسسات المعترف فيها عبر هذا الرابط، أما الشرط الثاني في استراليا فهو أن يكون البرنامج الدراسي لا يقل عن سنتين دراسيتين، ولاحقا يطلب بالطبع إجادة اللغة الإنجليزية، من ثم بعد تحقيق الشروط المطلوبة، يمتلك الشخص خيار التقديم على فيزا للعمل في البلاد، والتي تدعى بـ Temporary Graduate Visa للبقاء والعمل في استراليا بعد الانتهاء من الدراسة، وقبل الانتهاء من هذا القسم، أريد ذكر إحصائيات معدل البطالي في البلدين، وحسب موقع The Global Economy، نجد أن النسبة المئوية لمعدل البطالي مقبولة، ومتقاربة بشكل كبير بين كندا وأستراليا، حيث نجد أنها أقل من 6% في البلدين، أما بالاطلاع على أحصائيات إجمال الناتج المحلي، أو يعرف في Gross Domestic Product للعام 2020، والذي يشير إلى قوة الاقتصاد في دولة معينة، نجد أن كندا هي عاشر أقوى اقتصاد في العالم، أما استراليا فتحتل المرتبة 14، وأخيرا اعتمادا على المعلومات المذكورة سابقا، من الصعب جدا القول أن دولي منهما أفضل من الأخرى من ناحية فرص العمل بعد الدراسة، وسوف أقوم بمنح نقطة لكل دولي، أما النقطة اللاحقة فهي لمتوسط الرواتب، كما نعلم نوع العمل يحدد الأجر الذي يحصل عليه الشخص، ولكن ربما يمكننا المقارنة بين البلدين من ناحية الحد الأدنى للأجور مقابل ساعة العمل الواحدة، نبدأ بكندا حيث أن الحد الأدنى لأجور ساعة العمل يختلف من مقاطعة لأخرى، نجد أنه بالمتوسط هو حوالي 9 دولار أمريكي لساعة العمل الواحدة، وكما ترى المبالغ الظاهرة في الصورة هي بالدولار الكندي، لكن نلاحظ أن الحد الأدنى لأجور ساعة العمل هو الأفضل في مقاطعة بريتش كولومبيا، والأسوأ في مقاطعة سيسكاتشون، أما بالانتقال إلى أستراليا فنجد أن الحد الأدنى لأجور ساعة العمل هو حوالي 13.5 دولار أمريكي، وأيضا موضوع أخير يجب الانتباه إليه وهو الضرائب التي تفرض على الرواتب، وهذه الضرائب تعتبر في كندا أعلى من أستراليا، وهذا المصدر يخبرنا أنه مع أن الضرائب في مقاطعة سيسكاتشون هي الأقل في كندا، لكنها تعتبر أعلى من أستراليا، بالتالي يمكن القول أن متوسط الرواتب في أستراليا أفضل من كندا، وأيضا الضرائب في أستراليا أقل من كندا. النقطة القبل الأخيرة تذهب إلى الإقامة الدائمة والجنسية، هذا الموضوع يحتاج لفيديو آخر للتحدث عنه نظرا لكثرة المعلومات، لكن بالمختصر بعد إنهاء الطالب لبرنامجه الدراسي، يمكنه البقاء في البلاد للعمل واكتساب الخبرة كما ذكرنا من قبل، هذا شيء يزيد من فرصه في التقديم للحصول على الإقامة الدائمة، سواء في كندا أو أستراليا، ببساطة لأنه يمتلك شهادة وخبرة عمل من نفس البلد، وطبعا كلما كانت شهادة العلمية أعلى كلما ارتفعت فرص القبول، مثلا شهادة الدكتوراه أفضل من ماستر، وشهادة الماستر أفضل من باكوريوس وهكذا، ومن ثم بعد الإقامة الدائمة يمكن التقديم على الجنسية، ففي كندا مثلا بعد الإقامة الدائمة في البلاد لمدة ثلاثة سنوات يمكن التقديم من الحصول على الجنسية، أما في أستراليا فعادة يمكن التقديم من الحصول على الجنسية بعد أربعة سنوات من الإقامة الدائمة في البلاد، نختم بالطقص، يوجد اختلاف كبير بين الدولتين، فكندا كما نعلم تشتهر بشتاء بارد جدا، وقد تصل درجات الحرارة إلى سالب 20 أو حتى أقل في عديد من المناطق، أما في أستراليا فالأمر مختلف تماما، واتقص فيها أفضل بكثير من ناحية درجات الحرارة، لذلك يجب أخذ ذلك بعين الأتبار، أما في النهاية فيمكنك التقيد بتوزيع النقاط السابق لكل دولة، أو طبعا يمكنك اختيار توزيع النقاط المناسب لك، وذلك حسب النقاط التي تهمك بالدرجة الأولى، ومن ثم اختيار وجه الأفضل، مع أنه أفضل خيار لك هو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وطبعا الطلاع على الفيديوهات المنشورة مسبقا وترقب الفيديوهات القادمة.